انتشر مؤخرا مقطع فيديو شطيد للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يسخر من الرئيس الحالي جو بايدن وفي احدى التجمعات الانتخابية في ولاية جورجيا سخرت ترامب بطريقة مهينة من تلعثم بايدن حيث قلده بتأتأة واضحة مما أثار غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة منصة اكس واثار المقطع الذي حقق ملايين المشاهدات ردود افعال متباينة حيث اعتبر البعض انه يمثل تنمرا وسخرية مبالغ فيها خاصة مع مشكلة التأتأة التي يعاني منها العديد من الاشخاص وتمت مقارنة هذا الفيديو بمقطع اخر ظهر فيه الرئيس الحالي عام 2020 وهو يحتضن الطفل برايدن هارينغتون الذي يعاني من التلعثم والتأتأة مما أبرز الاختلاف الواضح في التصرفات والتعبير عن التعاطف مقارنة بسخرية ترامب ترجمة نانسي قنقر